السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم ان شاء الله هنتكلم عن بعض القايدلاينز. طيب القايدلاينز اللي بتفيدنا في شنه? طيب بتفيدنا في انه نحن لو التزمنا بها لو طبقناها يعني بطريقة كويسة وبطريقة صحيحة بنقدر نمنع او نقلل بقدر الامكان من السامبل ارورس او اللي هي السامبل ارورس. طيب القايدلاينز هي خاصة بشنه? خاصة بانه انا كيف اعمل ترانسبورت للبلوت سامبلز او للعينات عموما. اه يعني ازا كانت بلوت او ازا كانت يورين او ازا كانت ستول. يعني كل السامبلز اللي بنستقبلها عندنا في المختبر وكمان كيف نحملها بطريقة تكون كويسة. يعني الطريقة حتى بتاعة الترانسبورتشن. يعني مسلا هل ننقولها يعني مسلا في تلجة ولا ننقولها في درجة حرارة الغرفة. دي كل الحاجات بيتأسير لها طبعا على السامبل الانتقريتي اللي هي سلامة العين اللي هي على اساس انا بقدر اشتغل بطريقة صحيحة وبقدر اطلح كمان اكوريت ريزالت. اه نبدأ باول قايدلاين عندنا خاصة بالترانسبورتشن. يعني اثناء حمل او اثنانك للعينة من مكان سحب العينات الى داخل المختبر لازم نحملها بطريقة كويسة او ننقولها بطريقة كويسة عشان ما نتجنب امنه ما يحصل ليا اي هيمولاسيس. يعني مسلا اه طبعا نحن عارفين انه بعد نعمل الاكستراكشن او بعد ما نسحب العينة لازم ازا كان او ازا كنا سحبنا يعني على تيوب فيها انتيكواجلن لازم نعمل ليها ميكس. فطريقة الميكس تكون يعني كويسة يعني ما نرج العينة بقوة عشان ما يحصل تكسر ما يحصل ليه هيمولاسيس للار بي سيس طبعا الهيمولاسيس بيأثر ليه على بعض البراميتر او بيأثر ليه على بعض التحاليل. وكمان التيوب اللي بتكون ما محتوي عليه انتيكواجلن. يعني مسلا عندنا زي الجيل زي الجيل تيوب خلاص او دي دامنا اللي هو احنا بنكون هنا محتاجين للصيرم. فهنا اصلا بنكون يعني عايزين انه يحصل ليه قلط ليه البلط وبعد ما نفصله طبعا عشان ما نتحصل على الصيرم. فهنا طبعا انا ما بحتاج اصلا انه انا اعمل ميكسي ليه العينة. فزي ما قلنا حتى التيوب سلي مفترض انه نعمل ليها ميكسي لازم الميكس اللي هو يكون يعني بطريقة كويسة يعني ما نرجى التيوب بقوة عشان ما يحصل ليه تكسر لشنو ليه الار بي سيس. طيب الحاجة الثانية اه بروتكت تيوب فور بايلوروبين فروم لايت. يعني في حالة انه مسلا عندنا اجراء لتحليل مسلا زي تحليل البايلوروبين طبعا عارفين انه البايلوروبين بتأثر ليه بالضوء. يعني ازا خلينا مسلا العينة اللي مفترض نشتقل عليها تحليل البايلوروبين. اذا عرضت ليه ليه لايت ليه فترة طويلة بعدين حتى تديني شنو حتى تديني اللي هي القيمة بتاعت التحليل بتكون غير صحيحة. خلاص. فعشان كده ازا كان هيحصل تأخير في اه انه نحنا نمشي العينة او نعمل رون لي السامبول فيفضل انه نغطيها بفويل خلاص يعني نغطيها بطريقة كويسة او باي حاجة متوفر عندنا في المختبر ممكن نقطي بيها التيوبس عشان ما نحميها من الضوء. طيب. الحاجة الثالثة اه في بعض التحاليل عندنا زي تحاليل اللاكتك اسيت وتحليل الامونيا وتحليل الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون اللي هو الاسي تي اتش والبلوت جازيس دي كمان بتحتاج انه لو حننقولها من مكان ليه التاني خلاص او يعني انها حتتنجل يعني لفترة طويلة لازم نضع العينة في ايس لازم تكون يعني حطيناها في آه في باك خلاص او في محتوى ليه على السلج عشان تحافظ ليه على بتاعت السبستانس. اه كمان من مفروض انه في حالة اه بنعمل سنتر او بنعمل سنتر في وجيشن للسامبل. اه نلتزم بانه اه طبعا في بعض التحاليل عندنا زي التحاليل اللي بناخد فيها عينة الدم على الصود يمسا ثلاث اللي هي تحاليل لازم نلتزم بالزمن اللي هو في الغالب يعني بكلية خمستاشر دقيقة يعني ربع ساعة. طيب ليه? ليه الخمستاشر دقيقة الخمستاشر دقيقة عشان ما يعني العينة تفصلية اللي هو حاجة اسمها البلايت لات بور بلازما. طيب دي بعدينك اللي نحن بنشتغل منها بنشتغل منها التحليل بتاعنا ازا كان تحليل بتاع بروترومبين او اكتيفيتد بارشيل سرومبوبلاستين. طبعا التحاليل بتاعت الكواجلشن زي ما نحن عارفين انها هي تحليل حساسة بتتأثر لي باي حاجة بتتأثر لي ازا كان فيه مولاسيس. بتتأثر ازا كان الزمن بتاع السنتر في ويشن ما هو كافي لانه ما حكون انا تحصلت اصلا على البلايت لات بور بلازما بطريقة كويسة فبالتالي حتأثر لي على النتيجة بتاعتي. اهو كمان من الحاجات المهمة لازم نحافظ على طبعا دي في حالة زي ما قلنا سحبنا اللي هو عينة الدم ازا كان على او ازا كان سحبناها على يعني ما يفعل انا سحبت العين الان على طول قبل ما احصل لها اقوم ادخلها في كده ما حيحصل لها فصل بطريقة كويسة اللي هو دي حتجينا لي النقطة اللي بعديها انه مفروض اللو سيرم انجيل سيبريتر تيوبس تو كلوت بفور سنتر فيوغيشن تو افويد فيبرين ستراندس طيب لانه لو لاحزنا حاليا ازا اجبنا تو سامبولس واحدة خلينا انه نحصل لها كومبليت لكلوت والتانية بس سحبناها وعلى طول دخلناها في السنتر فيوج حاللاحز انه خليناها انه نحصل لها كومبليت كلوت اتفصلت لها بطريقة كويسة السلسي كلها موجودة تحت والسيرم بكون بيور بكون كيلير خلاص ومنقدر نشتغل منه عادي اما اللي ما خلينا انه يحصل لها كومبليت كلوت حنلقى انه في زي الفايبرين ستراند يعني لما نجي نفصل السيرم او ناخد السيرم ما حيطلع معنا حتطلع معنا اللي هي جنود خيوط بتاعة الفايبرين لي لانه نحن اصلا ما خليناها انه حصل لها كومبليت كلوت فبالتالي يعني العين اللي زي دي حتى تعبنا في الشغل ما حنقدر ناخد منها سيرم بطريقة كافية فيفضل عشان ما احصل حتى تأخير في اه في التحاليل او ما تأسر لي علي القيمة بتاعة التحاليل يفضل انه نخلي زي ما اقول نحصل لها شنو يحصل لها كومبليت آآ قلوتينك عشان يعني ما نجود فيه الشغل واقدر انا اطلع النتائج بتحتيب يعني وانا مطمنة لانها هي ما فيها اي مشكلة وباكده نكون اتكلمنا عن اكتر آآ قايد لاينز يعني هي ممكن آآ تفيدنا في الشغل بتاعنا آآ اللي هو نتأكد زي ما قلنا من السامبو الانتغريتي وطبعا القايد لاينز آآ هي كتيرة جدا ولكن انا بس حبيت اختصرها في كزا نقطة اللي هي الحاجات اللي بتهمنا اكتر حاجة خلاص آآ وممكن كمان تكتبوا لينا افتحت في التعليقات اي قايد لاينز عندكم ما فكرة عنها واي قايد لاينز مرت عليكم آآ وما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يستفيد اكبر حدد ممكن من الناس